أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أحبتي في الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة يسعدنا أن نتواصل معكم نستقبل أسئلتكم واستفسارتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيخ مفضلك لدي سؤال اتفضل يا أختي أنا فتاة من متقبة ولدي عندنا يعني مصابقة تجرى مصابقة شفوية من أجل توظيف الأساتذة مصابقة في إيش؟ وأبي ملح على مشاركتي في هذا المصابقة مصابقة في إيش؟ هل يجب لي أن أمر؟ ألو؟ أنا سمعت أسمعك هل يجب لي أن أكشف وجهي أمام اللزنة الممتحنة إذا طلب مني ذلك؟ هي المسابقة في إيش يا أختي؟ ماذا؟ أي مسابقة؟ مسابقة شفوية تجرى عزنا في الجزائر من أجل توظيف الأساتذة عن استقبل كتاقف أمام لزنة من الأساتذة كقاعة لوحدك مسابقة شفوية عنها تتسبقي بنقابك؟ هل تتسبقي بنقابك؟ نعم تأذب بالنقاب لكن فرضا أنهم طلبوا مني أن أكشف عن وجهي بشيء ليتأكدوا من الهوية إذا يعني يجوز للمرأة المنتقبة في حالات معينة أن تكشف عن وجهها لمعرفة هويتها ويستحب أن يكون هذا الكشف أمام امرأة لا أمام الرجال يعني هذه اللجنة تستطيع أن تتأكد من هويتك عن طريق السكرتيرا أو امرأة تعمل في اللجنة أو ملحقة باللجنة لكن إذا اضطرت المرأة هذا كلام واضح وكلام عام إذا اضطرت المرأة لكشف وجهها أمام القاضي عند الشهادة أو أمام موظف السفر عند ختم الجواز السفر أو نحو ذلك فلا شيء عليها والله أعلم أنا لا أدري هل هذه المسابقة فيها خير أم ماذا حتى تفتح المرأة المنتقبة على نفسها هذا الباب لكن أنا أقول الحكم العام أنه يجوز للمنتقبة في حالات خاصة أن تكشف عن وجهها أو أن يكشف عن وجهها لمعرفة هويتها وشخصيتها فإن كان هذا عن طريق أخت أو مرأة فهذا هو الأولى فإن لم يكن فقد أجاز فريق كبير من أهل العلم للقاضي أن يستوثق من الشهدة إن كانت منتقبة بمعرفتها والله أعلم أم لجين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت كنت أعلم لك على صحة العقيقة يعني أنا بنتي عندها ست شهور وعايز أعوك عنها ولدها يعني أعوك عنها وكده بس عايز أعرف الصح إيه يعني نحن نجيب لازم خروف يعني أو لا ممكن نعرف العقيقة تذبح عن المولود في يوم سابعه فإن لم يتيسر في يوم السابع يوم واحد يوم أربعة عشر يوم واحد وعشرين إذا تخلفنا عن اليوم الحادي والعشرين يبقى في أي وقت في أي وقت لكن موعدها يوم السابع وهي ذبيحة شكر لله عز وجل على نعمة الولد وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أمر بها وفعلها والأصل في العقيقة أن نذبح شاتا خروف أو معزة أو نعجة أو نحو ذلك هذه هي الشاة أن نذبح شاة والشاة التي تصلح للأضحية هي التي تذبح في العقيقة الشاة عن البنت أما عن الغلام أو الذكر فيعق عنه بشاتين هذا والله أعلم أبو سندس السلام عليكم عليكم الصلاة والله وبركاته كيف حالك شيخنا بارك الله فيك ربنا يخليك كل عام أنت بخير وأنت طيب الله يخليك تفضل حضرتك يا شيخ كان بس بعد ذلك حضرتك سؤال تفضل كان حصل عندنا محل تمام حصل خلاف بين أنا و والدي أن أنا ما قدش عادي ننزل للمحل يعني عاصل خلاف عشان أنا مش عادي ننزل للمحل فالمهم حلفت بالطلاق كم مرة حلفت بالطلاق على يعني كان مرة في نفس القاعدة ويجدت ومرة من المرات برضو في نفس القاعدة وإحنا جاعدين برضو وقلت تكون محرمة علي زي أمي أن أنا ما ننزلش المحل في أم أهل الخير وكلام من ده صالحون أنا و والدي وكلام من ده فالمهم من نزلت المحل يعني المهم من اليمين واجع تمام فحالت كده حضرتك أن أنا لو حصل جماعة جبل مثلا ما عرف كفارة اليمين أو كلام من ده أنت عارف أن فيك بفارة اليمين والله بصراحة أنا سألت كم واحد بصحبتي يعني أتمنى خلبي أكتر لا بس أنت يا أبا سندس لازم تتحكم في نفسك أولا يعني إزاي تحلف بالطلاق بهذه الصورة أمام والدك يعني المفروض أن أنت لما تشوف حد من أهل الفضل أو الخير تستحي وده والدك أبوك فالخلاف لا يمكن يجرك إلى هذه الحالة من السوء الأمر الثاني لا تحلف بالطلاق أصلا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت عايز تحلف احلف بالله عظم الله يمين الطلاق والحلف بالطلاق هذا حرام ولا يجوز وعين أنت عدت تحلف وتكرر علي الطلاق وعلي الطلاق إيه علي الطلاق ما معنى علي الطلاق وبعدين تحرم علي زي زي أمي واختي اللي هو أنت عملك جمع كل ألفاظ الطلاق والتحريم في المجلس الواحد عشان إيه وفي الآخر بعد شوية الناس ستقعد معك فترجع في كلامك يعني يعني عايز فهمنا في كلامك هذا أن أنت صاحب موقف وعمل تحلف في أيمان ما أنزل الله بها من سلطان وبعدين بعد كلمتين من الناس ترجع في كلامك ده دليل يا أبا سندس على أن الرجل ضعيف العقل الرجل لابد أن يكون محترم أمام الناس بكلمته والكلمة تعرف عن الرجل المحترم بأنه إذا قال الكلمة يحسب لها ألف حساب وإذا قال الكلمة يطبقها وينفذها فإذا كانت الكلمة فيها ضرر علي أو على غيره يرجع فيها حتى وإن أقسم بالله يكفر عن يمينه لكن هذه الأيمان بالطلاق ما أنزل الله بها من سلطان نعم تفتى بالكفارة لأن أنت هنا حلفت بأيمان طلاق وحلفت بيمين ظهار معلق تكون زي أمي وأختي إن رجعت المحل وبعد أن رجعت المحل فهذا يمين ظهار بس يمين معلق هل هذا يقع يمين ظهار هل تكفر يعني تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع تطعم ستين مسكينا أو أنه يمين تحريم إنك أنت لم تظاهر وإنما علقت الظهار في المستقبل فهو يمين الراجع عندي أنه يمين مكفرة يعني تطعم عشرة مساكين فإن كنت عاجزا أو تكسوهم طبعا فإن كنت عاجزا عن ذلك لضيق ذات اليد تصوم ثلاثة أيام لكن نصيحتي لك احذر هذه الأيمان المحرمة احذر هذه الأيمان التي تفتح عليك غضب الرب احذر هذه الأيمان التي لا تقيم لك وزنا ولا قيمة حتى أمام زوجتك ثم إن زوجتك ملها بخلافك مع أبوك هذا كلام فاسد إن لم تتعلم يا أبا سندس من هذه الحادثة مش هتتعلم خالص إن لم تتعلم من هذه الحادثة كيف تحفظ يمينك وكيف تحفظ لسانك رب العزة يقول وحفظ أيمانكم وكيف تتحفظ في لسانك وهل يكب الناس في النار على وجههم إلا حصائد ألسنتهم اللي بيطلق للسان العنان ويقسم ويحلف ويطلق ويظاهر ويجتم هذا الذي يفتح على نفسه أبواب الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم هدانا الله وإياك أبا سندس لما يحب ويرضى الأخ موسى السلام عليكم السلام عليكم مرحبتين شيخ تصدل السلام عليكم مرحبتين شيخ أنا لا أفهم يا موسى أريد أن تتكلم بلغة سهلة ويخفض صوت التلفاز وتواصل معي عبر الهاتف جدت لك يا شيخ حني حني كراحة توجد فيها كراحة يريد تبعث يعني يا ليتك ترسل رسالتك مكتوبة يا أبا موسى على الرسائل القصيرة أني فعلا ما استوعبته شيئا اعذرني أنا عاجز عن التواصل معك الأخت نور السلام عليكم فضلي يا نور ربنا يبارك فيك يؤسر لك أمرك فضلي يا بنت وإياك يا بنت بارك الله فيك وأنه لسه حمل لسه جديده وعمل اختبار النهضة وقفت النحامل ارفعي صوتك يا نور أنا لسه دكتور جمال أنا عارفة النحامل نعم لسه عامل اختبار يعني وعارفة النحامل وفتد الدكتورة هنا في إطال وهم هنا مزيدة كاترس مواصل لازم أن تفتري ولازم أن تفتري بس الحمد لله الصيام مش شاكك علي والحاجة الحمد لله نكويسة يعني نعم فانصحني يا شيخ عامل آه وكده إذا كان الصيام ولا يشق عليك فصومي الحامل تصوم لا تصوم أقول إذا ما تفتري ومعشان الجنين ومش الجنين إذا الأطباء قالوا لك أن صحتك تعبانة وإنك لابد أن تفتري لأجل مصلحة الجنين فأفتري ما فيش مشاكل أفتري وإقضي بعد كده الأيام التي تفترينها لكن إذا لم تفتري فلا شيء عليك وحاولي تاخدي نظام غذائي كويس تكلب الليل كويس من أول المغرب لحد الصحور خلي الدكتور أو الدكتورة يعني يساعدك في عمل النظام ما يبقاش بكتر الأكل لكن يبقى بنوعيات الأكل وفوائد الأكل وكثرة شرب السوائل ربنا يثبت حملك ويرزقك الذرية الطيبة الصالحة صيام الحامل جائز مش ممنوع لكن إن شق عليها الصوم أفترت ولا شيء عليها إلا أن تقضي بعد ذلك تقضي الأيام التي أفترت طب هل إذا كان الخف على الجنين وليس على صحة الأم تقضي وتفدي يعني تطعم مسكين عن كل يوم هذا قول لبعض أهل العلم هذا قول لبعض أهل العلم إذا كانت لا تخاف على صحتها صحتها كويسة لكن خفها على جنينها فهي تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا والله أعلم معنا اتصل الأخت آية السلام عليكم وعليكم السلام وحمد الله وبركاته شيخ لو سمحت أنا عندي مبلغ مالي ينزل بصفة شهرية يعني مرتب شهري نعم يعني أخذ منه حاجتي وبعدين هو ينزل تراكمي فكيف تكون زكاة المال فيه بلغ نصابي آية بلغ نصاب بلغ نصاب يعني كل شهر يتركم عليه بعض المال الآخر أيوة أيوة هذا يزكى زكاة زكاة واحدة يعني لأن أنت مش هتجعلي لكل شهر نصابه وبعدين المبلغ اللي بيضاف كل شهر لا يبلغ نصاب وحده إذن هنعتبر من ساعة ما بلغ المال نصاب هنزكي على المال في آخر السنة حتى بالإضافات التي طرأت عليه خلال السنة يعني إذا كنت في كل سنة بيضاف على 100 أو 150 أو 200 أو أقل أو أكثر هتدخل هذه في النصاب لأنه سيشق عليك عمل حساب الحاول عن كل شهر هذه مسألة شبه مستحيلة لكن حالك هناك حال التاجر الذي يربح وتتجدد أرباحه في هذه الحالة بعد سنة من بلوغ النصاب سنة هجرية كاملة من بلوغ النصاب بننظر كم المال ونزكي على المال كله بزياداته والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإذا حالك الدكتور أعمل إيه؟ بارك الله فيك بقول لحيك ليه سؤالين بعد إذن حضرتك؟ أتفضل بقول لحيك بالنسبة لليمين مثلا واحد أقسم على التاني والله إلا أنت واخد دي يعني والله إلا أنت داخل والتاني مبارج بالقسم فالفي كفرة يعني مثلا حداك أقول له والله إلا أنت معلوم معلوم هذه الأيمان التي تحلف على الطعام والشراب وتفضل ومش فاضي والكلام ده هي عادة من أيمان اللغو من يمين اللغو كما قالت أم المؤمنين عائشة لغو اليمين أن يقول الرجل لا والله نعم والله وقد كان الحسن بن علي رضي الله عنه يعني يقول الطعام أحكر أو أهون من أن أحلف عليه فالشاهدون إن هذه الأيمان من فضل الله ورحمته أيمان غير منعقدة إسمعني بس إسمعني يا إبني هذه الأيمان بفضل الله هي أيمان غير منعقدة متسمعني أكمل بس هذه الأيمان غير منعقدة نسمعني ما تقلأش هذه الأيمان التي تحلف على الطعام والشراب والتي تقع من الناس تفضل والله لا والله لا تتفضل كما قلنا هي أيمان غير منعقدة لأنها عادة تقال من باب المجاملة وقد يسر الله علينا فقال سبحانه لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم أما اليمين المنعقد الذي حينما أقسمت كان في قلبي وفي نيتي أن أفعل فهذا عليه كفارة كفارته كما قال ربنا تبارك وتعالى في آية سورة المائدة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هي هذه الكفارة فمن لم يجد واحدة من الثلاثة دول فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أيها يا أخ فضل يكون طعاما يا أخي يكون طعاما سواء مطه أو نيئ يجوز من شيء أن بعض الناس بتدفع نقود تدفع تامن الطعام بتدفع تامن الطعام وتامن الطعام قد يتحول إلى كسوة فإذا تحول تامن عشر وجبات إلى كسوة ربما لا نكس إلا شخصا واحدا يبقى هنا ما كسونا عشرة وإنما كسونا واحدا عشان كده إذا أخرجت طعاما أتأكد إنني أخرجت طعاما مش نقود وإذا أخرجت نقودا أوكل من أعطيته النقود أن يطعم وإلا في أمام الكسوة يعني إن كنت أنا عايز أكسه أكسه لكن حينما أخرج طعاما لابد أن أعرف كيف يكون الطعام والإطعام أنا عندي الوسيلة السهلة البسيطة بجيب مثلا اتنين كيلو لحم بجيب رز بجيب خضار بعمل كياس زي كياس زي شنط إفطار الصائم وتروح لأسرة فيها خمس أفراد الأسرة اللي فيها خمس أفراد كبيرهم وصغيرهم يعني هعد الكبير وعد الصغير خلاص دي أطعمت خمسة أسرة كمان فيها خمسة كيلو لحمة أجيب فرختين ما أناش قادر أجيب فراخ يبقى على قدر حالي على قدر استطاعتي وربنا قال من أوسط ما تطعمون أهليكم والله أعلم معنا اتصال آمات الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودكت الشيخ بدي ثلاثة أسئلة اتفضلي السؤال الأول ما هو الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة والسؤال الثاني ما هي الأسباب التي ترين على استجابة الدعاء لا أنت تسمعيني على الهاتف ولا تسمعيني من التلفزيون بالهاتف طيب خليكي لدعاء الأول أولا دعاء العبادة ودعاء المسألة نحن يعني نعبد الله عز وجل فكل عبادتنا لله عز وجل يقال لها دعاء يقال لها دعاء يعني يعني إبراهيم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي في الآية بعدها من سورة مريم فلما أعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعبد هذا واضح أن كل العبادة يقال لها دعاء هي دعاء عبادة لكن أيضا الدعاء نفسه بينقسم إلى قسمين دعاء ثناء ومدح ودعاء مسألة وطلب دعاء الثناء والمدح أن أثني على الله زي في الفاتحة كده رب العز يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي هذا الحمد دعاء بس دعاء ثناء فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي خذ بالك الحمد وتكرار الثناء والتمجيد اللي هو التعظيم لله عز وجل كل هذا دعاء ثناء ومدح فإذا قال العبد إياك نعبد قال الله هذا بيني وبين عبدي وإياك نستعين يعني أطلب منك يا رب المعونة قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل لعبدي ما طلب يبقى الدعاء قسمين شيء بطلبه النفس وشيء بامدح به ربي وأثني به على ربي ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أننا مهما اكتهدنا في الثناء على الله لن نصل إلى ما يليق وينبغي لله عز وجل فكان يقول في سجوده في الوتر وفي سجوده مطلقا يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الاكتهاد في الدعاء مطلوب يا أمط الله مطلوب أن نحن نجتهد في دعاء الثناء والمدح وفي دعاء المسألة والطلب نجتهد مطلوب أن نحن ناخد بأسباب الإجابة من أسباب الإجابة إيه أن نحن نطيب مطعمنا من أسباب الإجابة أن نحن نتطهر نتوضأ ندعو في الصلاة ندعو في أوقات الإجابة الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء نقدم بين يدي دعائنا صدقة ونحن ذلك هناك أسباب كثيرة لتوخي إجابة الدعاء ونعلم يقينا أن دعاءنا لا يخيب وأن دعاءنا لا يضيع إما أن يعجله الله لنا في الدنيا وإما أن يدخره الله عز وجل لنا يوم نلقاه يوم القيامة ثوابا وأجرا وتكفيرا للذنوب والخطايا وإما أن يصرف عنا من البلاء والسوء في الدنيا بقدر هذا الدعاء عمر بن القطاب قال إذا نكثر يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر الله أكثر يبقى لا تغفل ولا تمل عن دعاء الله دعاء الثناء والمدح ودعاء المسألة والطلب فإنه لب العبادة وهو مخ العبادة وإن لم يصح لفظ الحديث الدعاء مخ العبادة لكن صح الحديث الآخر الدعاء هو العبادة والله أعلم معايا اتصال آمت الله السلام عليكم وعليك سيدنا وبركاته وإذاك قدرت الشيخ بارك الله وفيك بعد إذنك عندي سؤالين فضالي أول سؤال أنا عندي الشعر بتاع حواكبي طويب فأنا ما بشيبش منه وطو ممكن أقص يعني إيه عشان يبقى سوى الحيواج لإنه عندي في الشيطة اللي يأتي من الصودي الشعر ما بيطلعش إيه مش في سوى الحيواج يبقى طالح يبقى طالح يبقى نحي يتقص فبيخد شك منه يعني إيه بتشيليه وإيه بتقص منه يا أمت الله يعني يعني أنا الشعر عندك ما بتنتفهوش يعني أصدك لكن بتقصيه إيه ما بتنتفهوش لكن بتقصيه آه يعني مثلا كميني لو ما سويتوش كده بقى دايك يبقى طالح أنا أخشى من العبث يا أمت الله الحقيقة أن الحاجبين مصيبة الستات والبنات في زماننا يعني كنا زمان ما نعرفش حاجة عن في نسائنا لا نرى هذا الإفراط أو هذا الغلو في التعامل مع الحواجب مرة ينتفوهم خالص ويرسموا حاجب بالألم ومرة يتخنوهم ومرة يرفعوهم والمسألة مشى مع الموضة وآمة الله يعني أنا أخشى أخشى يا ابنتي أنك تكوني يعني ده تأثير ما تفعله النساء عليكي فأصل حاجبك تخين أصل حاجبك الشعر فيه طويل اعلمي يا ابنتي اعلمي يا ابنتي أن هذه الخلقة في الحاجبين هي خلقة جمال في المرأة وأن الذي تفعله النساء من العبث بها هو وسيلة قبح حتى لو كان خبراء تجميل هم اللي بيخترعوا الكلام ده هي والله وسيلة قبح ولهذا أنا أنصحك نصيحتي لابنتي ولأختي لا تأخذي شيئا من حاجبيك عايزة تسويهم سويهم بإيه بإنك تثبتيهم بمثبت تسرحيهم يعني تثبتيهم بشيء يجعلهم مش متفرق ما يجعلش الشعر متفرق ولا أشعث هذا لبأس به لكن أن تأخذي شيئا بالقص أو بالنتفي أو بالنتفي فهذا من النمص الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة الشيطان هيقولك أصل الشعر طويل أصل متناعكش يا يا ستي إما يطلع لك شنب شارب يعني أو لحي هنقولك شيئهم هنقولك شيئهم لأنك أنثى لأنك أنثى والأنثى عادة لا يخرج لها شعر في شاربها في شنابها يعني ولا في لحياتها ولو ظهر شيئ من هذا نشيله نشيله لكن شعر الحاجبين هذا يعني أخشى أن يكونك الرعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه عافان الله وإياك يا ابنتي أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رزاك الله خير يا دكتور جمال بارك الله فيك يا أمي وأنتم بخير يا دكتور وأحضرك بخير أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ مصر بحفظه آمين يا رب آمين يا رب يعني يبعد عنها مكر المكرين يا رب وحقد الحق وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب آمين يا رب العالمين آمين بعد إذن حضرتك أقول سؤالين وهسمع الإجابة من التلفزيون رفع صوتك بس صلاة الله بعد إذن حضرتك أقول سؤالين حضرتك أعوى تفضل أول سؤال حضرتك لو كفرت الإفطار بالنسبة لمريضة يعني يا بنتي مريضة سكر يعني ومش هتقدر تعيد السيام تاني يعني هي من السنة اللي فاتت برضو في أفطارة أيام وطلعناها قبل رمضان السنة دي نعم فحضرتك يعني عايزة أعرف طريقتها إيه هي إزاي لأن هي مش هتقدر تعيد السيام آمين تاني سؤال حضرتك إيه حكم الدين في بنات إخوة إخوات بنات بيستقتروا بيستقتروا يعني على نفسهم خدمة أمهم المسنة مسنة يعني في حدود الخمسة وتمانين سنة حضرتك وتركين خدمتها لأختهم الأرملة اللي ما عندهاش أولاد اللي لم تنجد عندها فوق ستين سنة حضرتك واستقتروا عليهم خدمتها وبيقولوا إن هي هي واجب خدمتها على البنت دي عشان عشان الأخت دي عشان ما عندهاش أولاد واضح سؤالك يا أبن حمد حضرتك أكيد إن شاء واضح سؤالك ببارك الله فيك ببارك الله فيك طبعا المريض الذي لا يرجى برؤه لا يرجى شفاءه زي بنت البنت التي سألت عنها أختنا أم محمد هذه بتفتر وتطعب عن كل يوم مسكينة بتفتر وتطعب عن كل يوم مسكينة إطعام المسكين يعني لو قلنا قياسا على الكفارة في كفارة اليمين هنقول من أوسط ما تطعيمون أهليكم لكن هي المسألة الحقيقة عند الفقهاء فيها تنزل كبير وتسهيل عظيم يعني حتى بعض الفقهاء قال يعني لو نصف كيلو رز عن كل يوم يجزئ أو نصف كيلو من القمح يعني يجزئ لوم ألو الدين أو نحو ذلك فالمسألة هينا وسهلة تفتر المريضة ويفتر المريض الذي لا يرجى شفاءه زي اللي عندها سكر بوز من هذه وتعجز عن الصوم هتفتر وتطعم عن كل يوم مسكينا بالنسبة للأخوات اللاقي انشغلنا عن خدمة الأم هن انشغلنا انشغلنا عن الخير مخبرته أنا عايز أقولك محمد اللي عندها أولاد دي ممكن تنشغل عن صلاة الترويح وتنشغل عن طراءة القرآن وتنشغل عن أشياء كثيرة مما ينفعها عند الله ومطلوب أن الأم تراعي أولادها ومطلوب الأم تهتم ببيتها لكن أيضا تراعي بقية المسؤوليات يعني اهتمامنا بالبيت والأولاد لا يعني أننا لا نصلي الصلاة واجبة لا يعني أننا لا نبر الأم بر الأم واجب إن كنا يرين أن الأخت التي لا أولاد لها الأربالة التي لا أولاد لها أكثر فراغا منهن فليكن هذا بطيب خاطر منها مش فرض عليها يعني من باب تطيب الخواطر يبقى هن يساعدنها في هذا هي تتحمل عنهن بعض هذا بطيب خاطر منها لكن ليس فرضا عليها لا شك أن هذه الأرملة التي طرع أمها لا شك أنها قامت بعبء عنهن ولا شك أنها أفضل منهن ولا شك أنها ستنال الأجر والثواب على البر أكثر منهن لكن حينما نأتي بقى لنقسم المسائل ونقول انت عليك إيه وانت عليك إيه يبقى الأولاد أو البنات يجلسوا مع بعض وكل واحد يتحمل قدر من مسؤوليته الحقيقة يعني حال كبار السن مع أبنائهم في بلدنا بقى حال مزري بقى حال مزري الأولاد والبنات انشغلوا وانشغلنا ونجد سوء رعاية يعني في الحلقة الماضية اتصد بيه امرأة فاضلة تقول أنا أخدم حماية يعني أبو زوجي أنا بخدمه وزوجي بيشتغل في بلد تانية فباعت يقول لي لا إحنا هننقل عشان تقعد معايا في البلد التانية فبسألها طب مين هيخدم أبوه قالت مفيش حد يخدم أبوه يعني هنا شوف بعض الأولاد أو نظرتهم للأباء بهذه الصورة أو للأمات بهذه الصورة القبيحة يعني زوج تكالب تخدمه طب يحمد ربك إنها يعني ربنا هداها تخدم أبوك فكمان عايز تمنعها من هذا بالنسبة للأخوات اللاقي يترفعنا عن خدمة الأم بدعوة الانشغال لا تحرمنا أنفسكنا من الطاعة لا تحرمنا أنفسكنا من خدمة الأم ورعاية الأم بأي شيء تستطعنا وعلمنا أن هذا خير من الصلاة يعني خير من صلاة التطوع وخير من قراءة القرآن وخير من تلبية حاجات الأولاد الأولاد لهم حاجات ضرورية ولهم أشياء حاجات كمالية كذلك أمك أمك لها عليك حق ولها عليك واجب ينبغي عليه عليك أن تؤديه عفانا الله وإياكم من كل سوء ووفقنا لما يحب ويرضع أم لجين السلام عليكم عليكم السلام أيوة أنا اتصلت بحذيك من شوية وصلت حذيك عن العقيقة بس أنا ايه بس ماش حذيك من التليفون فممكن هسأل حذيك معالي حتوات تاني وجوابني على البنين با معاليش شفا اسألي يا أم لجين ورفعي صوتك اسألي بس يا حذيك كما عايزة أنا سألتك عن صحة العقيقة بس عايزة أسأل ينفع منها في أي مكان ولا لازم أعملها في البيت اللي أنا مقيمة فيه يعني والحاجة التانية ينفع يا أم لجين سمعان يا أم لجين أنا هسألتك بعد ما أقفل عشان الصوت واطي قوي طيب ماش والسؤال التاني عايزة أسأل العقيقة يعني ممكن أجيب لحنة عادي ولا لازم دبيح يعني ماشي يا بنت والمكان حذيك يعني ينفع عملها في أي مكان ولا مكان اقفلي بقى واسمعيني من التليفزيون نعم اقفلي واسمعيني من التليفزيون حالا اسمعيني شكرا يبقى العقيقة لازم في البيت ولا في أي مكان مش لازم في البيت يعني ممكن أعملها عند بيت حماية بيت حماتي بيت ريبي بيت في أي مكان في بلد تاني لا بأس لو كنا مسافرين في بلد آخر أو إحنا مسافرين وعايزين نعملها في بلدنا كل هذا جائز وفيه ساعة لكن الأولى إنها تتعمل في المكان في البلد اللي تولد فيه المولود نجيب لحمة لا ما ينفعش نجيب لحمة يا أم لجين ما ينفعش نشتري لحمة هي المسألة مش مجرد إطعام طعام لا هي إطعام طعام برضو لكن قبل إطعام الطعام إراقة الدم تعبودا لله ذبحا لله عز وجل يبقى لابد من ذبح شاه على كل بنت يا أم لجين والذبح مقصود إراقة الدم شيء مقصود نذبح شاه مما يذبح في الأضحية ولا نشتري لحما ونطعم الناس لا نكتفي بشراء لحمة ونطعم الناس طب نفترض إن في إنسان لا يستطيع أن يذبح أو لا يستطيع أن يأتي بشاة يذبحها هل يطعم الطعام أقول نعم يطعم الطعام لا بأس إنه يطعم الطعام يشتري كم كله لحمة ويدعو الناس على الطعام لا بأس بس لا يعد هذه عقيقة لكن يعد هذا من باب شكر النعمة ومن باب إطعام الطعام ومن باب التآلف ومن أبواب كثيرة لكن ليست هي العقيقة بعينها ومن لا يستطع شيئا لا يدعي الشيء كله فإذا لم يستطع الإنسان أن يعق فلا يترك إطعام الطعام من باب أولى طب ممكن واحد يسألني كمان وده إضافة بقى على السؤال طب ممكن بقى نجيب شوية فشار وشوية سوداني ونوزع ونعمل سابع ومش عارف إيه أنا أفتيت من خلال شاشة الرحمة إن هذا إذا كان في حدود الأطفال في البيت لا بأس بدون بقى مراسم وعادات ملهاش لازمة المراسم والعادات اللي أنتوا عارفينها في سبوع المصريين اللي ملهاش لازمة مع العقيقة أنا قلت لا بأس بهذا لنفرح أولادنا الصغار بشوية حمص ولا شوية سوداني ولا شوية ملبس هذا لا بأس به إلى جوار العقيقة لكن بعيدا عن هذه الأشياء التي توفع الأشياء اللي هي إيه اللي بقولوا عليها البرتوكول ولا المشعر الفلقرول المصري في الولادة هذه أشياء يعني إيه إن لم تكن محرمة فهي ما بين الكراهية والإباحة لكن السنة في العقيقة وإطعام الطعام والله أعلم معايا اتصال الأخ عبد المولى السلام عليكم عليكم السلام دكتور تفضل يا أخي هلو تفضل يا أخي عبد المولى تفضل تفضل إن كانوا مص يا عبد المولى إن كانوا جايين للعمرة إن كانوا جايين للعمرة بس الزيارة وسيلة جايين للعمرة أصلا بس الزيارة دي وسيلة من وسائل الأمر أو جايين للعمرة وبالمرة يشوفوك يبقى يجب أنهم يحرموا من الميقات أما إن كانوا جايين أصلا لزيارتك مش جايين للعمرة جايين أصلا لزيارتك عادي يجوا من غير إحرام وبعد كده إذا بد لهما أن يحرم يحرم من جدة يبقى الفارق هنا فارق النية والقصد إن كان قصدهم العمرة وزيارتك تبع لها يبقى يحرموا من الميقات أما كانت زيارتك هي القصد الأساسي والعمرة تابعة للزيارة ممكن يحرمه من عندك من جدة وطبعا هتختلف النية وهيختلف الأجر نقول بالنا من كده اللي بيحرم من الميقات مش زي اللي بيحرم من مكة أو بيحرم من التنعيم عمر الدم ما ينفقه هذا غير الذي ينفقه هذا ما يبذله هذا من جهد صح يا دي عمرة دي عمرة بس لا انظر إلى ما في شريعة العمرة ما شرعه الله عز وجل فيها من إحرام من الميقات ومن مر على الميقات لا يمر إلا محرما لأنه يريد البيت الحرام ويريد الحج أو يريد العمرة كل هذه معاني شرعية نفط إليها ولا يفطن إليها الكثيرون ممن يحجون ويعتمرون في كل سنة بصورة سهلة ميسورة أنا لا أقول لا يحصلون ثوابا نعم يحصلون ثوابا لكن الثواب يتفاوت الناس يصلون في الصف الواحد ويتفاوتون في الأجر والثواب وكذلك يهلون ويعتمرون ويحجون ويتفاوتون في الأجر والثواب بحسب ما يقوم بالقلب وما يقوم بالبدن من أعمال تتعلق بالنسك فإن كان أبوك وأمك جايين يزوروك مش جايين يعتمرهم يبقى خلاص هم جايين يزوروك ممش محتاجين يلبسهم ولبس إحرام ولا لما يمروا على الميقات يحرمهم ويعودوا عندك يوم يومين ثلاثة أسبوع زي ما هم عايزين إذا بدى لك ولهما أن يعتمر يلبسهم لبس الإحرام من جدة لأن جدة دون الميقات يلبسهم لبس الإحرام من جدة ويروحوا يعتمرهم لكن إن كانوا راحين فعلا وأنا بقى بأتكلم بالبلدي وبالمصري خالص إن كانوا راحين قصدين العمرة وبالمرة إنت بعت لهم تأشرة الزيارة وبالمرة هيزوروك يبقى لا يحرموا من الميقات حتى لو قعدوا عندك يوم أو يومين محرمين يقعدوا بإحرامهم الرجل هيقعد بالإزار والرداء والمرأة إحرمها في ثيابها العادية لكن يجتنبوا محظورات الإحرام حتى يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمر ويتحللوا والله أعلم محمد السلام عليكم أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور تفضلي عندي سؤالين تفضلي ما حكم الزبح عند المبنى الجديد هل هو أصل في الدين؟ هذا ليس من السنة في شيء ليس من السنة لكن لو في ندر لو في ندر نوفي بالنذر آه لكن ما نشأر في السنة لا لا ليس من نذر أن يذبح فليذبح آه من نذر أن يطعم الطعام فليطعم الطعام من نذر أن يطيع الله فليطيعه طيب إذا كان النذر يعني النذر ده ينفع زكاة زكاة ماشية يعني لو عندنا مثلا عشر روس ماشية وبنزكي عليهم في رمضان ونذبح حاجة يعني مثلا عجل صغير قدام مبنى جديد ده. ينفع ده مع ده حاجة واحدة. لا اخذي بالك زكاة الماشية. ايه? زكاة اسمعيني بس. ايه. زكاة الماشية لا تكون الا في السائمة. عارف يعني ايه السائمة? التي طرع في المراعي العامة. ايوه. اما ما عندكم من الرؤوس في المعلف. احنا تعودنا يا دكتور. احنا عارف بس ما تعودنا. ايه. ما عندكم في المعلف فدي عروض تجارة. ايه. هنا زكاة عروض تجارة. ايه. هنقوم الماشية العاشر روس اللي عندنا. يطلعوا مسلا بمئة الف. ايه. يبقى عليها زكاة مئة الف. مش عليها زكاة عاشر روس. اه. زكاة مئة الف. لان قومتهم طلعوا بمئة الف. اه. في الحالة ديت هطلع زكاة للفقرة. فلوس. ايه. لانها زكاة عروض تجارة. اتباح منهم انتو حر اتباحي. لا بأس انك تتباحي. يعني ما ينفعش الزكاة تطلع دباحة لكن ليس من الزكاة. لازم فلوس. اه. نعم لاندي زكاة عروض تجارة. بارك الله فيك. الاخت سارة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. زكاة شاه. بارك الله فيك يا بنتي. اه بعد اسم حبازك انا عندي كذا سؤال. اتفضلي. اول حيك انا منتقبة وعطلالي حبوب في وشي فانا مضطرة ان اروح لدكتور دكتور يعني وعندناش في المكان اللي احنا عادين فيه دكتور الراجل يعني. فانا عايزة اعرف يعني اهل علي شبها لو روحت لان الدكتورة لو هي فيه دكتورة دكتورة دي فعيدة عننا يعني. فمش هيخلوني في البيت ان اروح لوحدة ليها او اروح كده. اذا تعذر عليك الذهاب للطبيبة يا جوز الذهاب للطبيب. لكن الاولى الطبيبة. انت في سؤال تاني. انا بشتغل في مدرسة بنات. بس خد يبالك يا سارة يعني ايه بقول تعذر. اه لان المسألة ما تبقاش يعني لا نتساهل فيها. الاصل ان ان انت لا تكشافي وجهك ولا عورتك الا امام المرأة. فاذا كشفت امام الرجل فتكون بحسب الضرورة. والضرورة تقدر بقدرها. اتفضل يا بنتي. اتفضل يا سارة اكملي. الاخط اطع على سارة. معنا ياسر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا يا سارة. كان ليه سؤالين بعد اذن حضرتك. اتفضل. معرفة الجنين في بطن الام حرام ام حلال. السؤال التاني. ليس حراما. ماشي. السؤال التاني بالنسبة لزكاة الفطر. انا ليه اخت مثلا جزها ما بيدهاش فلوس ولا بيدها اي حاجة اعيش معها بس بياخد منها. فهي فتحة دقام صغير كده. وبساعدة على المعيشة. يجوز اخر الجزء من الفلوس على زكاة الفطر دي. ليها. يجوز تعطيها من زكاة الفطر ومن زكاة المال طالما زوجها فقير وهي فقيرة. لا هو جوزها عنده ارض وغاني بس ما بيدهاش. لا عنده ارض ما بيدهاش ممكن نقاضية. وناخد منه غصب عنه. ما بيقبلش التقال يا دكتور. لا ناخد منه غصب عنه. لا ما فيش. عموما. انا حاولنا معها بس هي فتحة دكانة صغيرة كده بتصرف على نفسها والعيالة. لا بأس. لا بأس. يجوز يعني. لا بأس ان شاء الله. شوكنا يا دكتور. بارك الله وفيد. معنا اتصال. السلام عليكم. ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته الله فيك فضلت الشيخ. الله يبارك فيك يا بنتي. اه معلش يا شيخ انا عندي سؤال لحضرتك اه وحيرانة فيه خالص مش عارف اتصرف ازاي. فضلت. انا دلوقتي اعرف انسانة اه بتتصرف تصرف مش سليم. ومش عارفة وهي متعرفش ان انا عرفت. بس مش عارفة انصحها ازاي. وفي نفس الوقت يعني على طول احنا مع بعض مش 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 عارفة اتعلاقت بيها. وآآ وانا قلت لها بطريق يعني مثلا قلت لها ان انا آآ كدبت. وقلت لها ان انا حلمت بيك كذا 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 عشان احذرها او ان انا ايه آآ اديها موعظة. فأهلا انا كده اخطأت. لا بأس. لا بأس. لا بأس انك تعضيها وتنصحينها بطريق غير مباشر. لا بأس بهذا. آآ لكن. لكن لا تتلصصي عليها يا ام محمد. ولا تتجسسي عليها. آآ لان التجسس والتلصص. لا ما تنصصي ده مجدد بالصدفة يا شيخ. آآ آآ لا انصحيها انصحيها بأي طريقة مبطرق حتى لو قلت كلام يعني غير حقيقي او غير صحيح من باب التعمية والتغطية عشان تنصحيها للخير. طب ما قطعش علاقت بيها. آآ اذا كنت المسألة هتستمر هي في هذه الاشياء القبيحة التي تضر بك. لا هي مبضرج بيها هي بضر بيها وبزوجها. اذا اضرت بيها وبزوجها ممكن تضر بصديقاتها. آآ. واخدبالك فهنا المسألة ننظر لها بحسب المصلحة والمفسد. ان كنت هتضر بينا. لأ نقطع العلاق بعد ما ننصح. اذا كنت مش هتضر بينا نبقى على النصحي ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. ام علاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك ويتقول لنا في عمرك يا رب. ربنا يبارك فيك يا ام علاء. واحدة واحدة معايا فابنت الشيخ. اتفضل يا حضرتك. الله يكرمه. في سورة البكرة في قولي تعالى واذ قال ربك للملائكة اني جاعلهم في الارض خليفة. اذا خليفة من القرآن الكريم. فلماذا يعيبون عليها الآن. خاصة وان سيدنا هارون كان وزيرا. يعني الالقاف دي تخدم القرآن الكريم. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما زالش اني جاعلهم في الارض رئيسة. او ملكا. ده ذات خليفة. يعني انا فعلا حس اني خليفة ديت من القرآن. طيب السؤال ايه ام علاء. السؤال ايه عشان المسألة دي عايزة. عايزة ارجعك فيها الحاجات كتير يعني. خلاص حضرتك تب اتعمل همنا في حلقاتها. لو حضرتك بتخش على الانترنت او حد يدخلك على الانترنت. نعم. لو حضرتك ممكن تخشي على شبكة الانترنت. او حد يعني يدخلك. دكتور جمال يعني ما عندناش الحاجات المتطورة. لا انا بس عايزة عايزة ادلك على شيء يعني. خش انت او غيرك خش. انا ليه كتاب. انا ليه كتاب. هو رسالة الدكتورة بتاعتي يا ام علاء. الله يبارك. عنوانه الخلافة الاسلامية بين نظم الحكم المعاصرة. الله يبارك فيه. هيفصل. هيفصل لك حوالي ستمائة صفحة في تفصيل كل الكلام. يعني ممكن هو يكون كتابه اشتريه. لا هو هو مش موجود في السوق يا ام علاء. لكن هو موجود. انا حطه على شبكة الانترنت اللي عايزة ياخدوا ببلاش. خالص ماشي يا دكتور جمال. سان شاء الله هيشفي غليلك في كل هذه الاشياء. الله يكريمك. تاب سؤال ثاني لحضرتك. اما بقى الجماعة اللي بيعترضوا على الكلام ده هم عايشين في جو تاني. دول جماعة عايشين في جو تاني. اه لا يتعاملون من منظور شرع فقط لكن يتعاملون من منظور اخرى. هدانا الله واياهم. اتفضل يا ام علاء. سؤالك الثاني. الله يكريمك. العبد الصالح اللي هو الخضر اللي كان صاحبه سيدنا موسى عليه السلام. نعم. المفروض يعني نقوله سيدنا الخضر. طب الرسل كلهم كانوا عباد الله. فلماذا اصلك على ذلك العبد الصارح وما كانت رسول. او كده مع ان نفس العلم اللي ربنا اعلمه له. هو كان معلمه سيدنا آدم عليه السلام. وهل الغلام اللي قتلوا ده. هيجاز عليه. ولا ده كان امر من الله سبحانه وتعالى. احسنتي احسنتي. بارك الله فيه. و جزاك الله و خير. بارك الله فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا العبد الصالح المذكور في قصة موسى في سورة الكهف. هو نبي الله الخضر. وهو نبي. الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عنه. والقرآن الكريم تحدث عنه. بما يفيد نبواته. صحيح. بعض اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. هل هو نبي ام ولي. و كثير من الصوفية بيقولوا لا ده هو مش نبي. ده هو ولي. وبعضهم يشز و يشطط. و يقول ان الولي قد يكون معلما للنبي. هذا كلام فاسد. الولي تابع لنبي. اولياء الله الصالحين اتبعوا الانبياء والنبيين والمرسلين. فهم دونهم في الفضل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين. لأ الراجح انه نبي. بدليل انه قال يا ام علاء وما فعلته عن امري. وما فعلته عن امري. يعني خرق للسفينة كان بامر من الله. وقتل للغلام كان بامر من الله. وبناء للجدار كان بامر من الله. وما فعلته عن امري. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. والرسول صلى الله عليه وسلم. قال عن الغلام الذي قتله الخضر. ان هذا الغلام طبع كافر. شوفوا فضل ربنا ورحمته. ربنا في علم الاول كتب الغلام ده كافر. فلما هيكبر كافر. هيرهق ابوه. وهيرهق امه. وربما يخلي عشتهم مرار. وربما يرهقهما طغيانا وكفرا. عشان كده ربنا ايه؟ قدر قضاءا حلوا. القضاء الحلو ايه؟ ان يموت الغلام طفلا صغيرا فلا يحاسب. ينسب لأبوين مؤمنين. فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته بغير حساب ولا عذاب. هذا قضاء خير للغلام. وقضاء خير للأب والأم. الذين لم يتعرضا للفتن. حينما يكبر في السن. ويشب الغلام كافرا. فيرهقهما طغيانا وكفرا. وقضاء خير لكل من يتعامل مع مصيبة. نعرف كده ان دايما ورى المصيبة فضل. ورى المصيبة نعمة. ورى المحنة منحة. لان الله سبحانه وتعالى ادرى. واعلم بما يصلح عباده منهم. وقد كتب في الذكر كل شيء. ولهذا نحن دائما ابدا نستخير الله بعلمه. ونستقدره بقدرته. في كل شيء نقدم فيه عليه. لا نرى وجه الخير فيه. فنقول في صلاة الاستخارة. كما علمنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستخيرك بعلمك. ونستقدرك بقدرتك. ونسألك من فضلك العظيم. وندعو بالدعاء لآخره. ونسمي الأمر. ونطلب الخيرة. والاختيار. وحسن الإرشاد. والتوفيق. والهداية. من الله رب العالمين. انا سعيد جدا ان ام علاء بتقرأ القرآن. بتتدبر القرآن. وبتقف مع آيات القرآن. وقصص القرآن متسائلة. لان هذا مهم جدا في قرائتنا للقرآن. القراءة ليست بالكم. لكن بالكيف قبل الكم. كيف نقرأ قراءة المتمعينين والمتدبرين. الخاشعين الباكين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مننا ومنكم. معنا اتصال. أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم يا بركاته. أزاك يا بيك. ربنا يبارك فيك يا اخي. أحضرتك يا بيك. ربنا يكرمك. أحضرتك بس انا عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الاول انا قلعت الزكاة آآ عن كل فرد من عندي عشرة ورحت مثلا لعشرة جميع جميع. نعم. طبعا انا لما رحت آآ للي هي اعطيها الزكاة دي عرضت عليها. قلت لها انتي يلزمك رز ولا ولا يعني حاجات البيت ولا يلزمك فلوس احسن لك. فهي جالت لي انا عندي الرز. انا كان عليها عندي عايزة اكسي عيالي. وكده فديتها فلوس. هي كانت بيحسن لها يعني. نعم نعم. كويس. طلع طيام بارح. هل هي دي تجوز? ده السؤال الاول يا دكتور. نعم. وواحدة تانية يتيمة فروحت نبيها يعني آآ بعت لها يعني عن طريق يعني ايه حماتي بعت لها الفلوس برضو يعني عشان اكمل يعني الزكاة. نعم نعم. آآ السؤال التاني يا دكتور بقى آآ عندي دلوقتي يا دكتور عندكم في القناة آآ بيأخروا الفجر يعني انا مش عارف بيأزنوا متأخر اتصاد الفجر. انا بالذات عند حضراتكم آآ الازام بيأخر شوية. فاحنا دلوقتي احنا بنمشي على القناة. عندي زوجتي حتى متعودة عن قبل الازام مباشرة انت روح حطة الكبهة على ايه? على بقاها عشان تشرب. اقول لا يا بنتي لا انت اول ازام ازعتك والا الكريم انت تستني عليه ما تآآ قبلها اساسا ما تشربيش خلاص تمسيك على كده. سؤالك واضح. سؤالك واضح بارك الله وفيك. بالنسبة للازام في القناة الرحمة ممكن يكون خطأ موظف. لان الموظف اللي قاعد في الكنترول هو اللي بيحط الازان في في الوقت لما يعلم ان الازان قد حل. وهو مقيم في مدينة ستة اكتوبر. فمدينة ستة اكتوبر كمان بتتأخر عن القاهرة حوالي تلت اربع دقائق في الازان. فناخد بالنا من الحكاية دية. لكن انا اعرف ان قناة الرحمة بتبث الازان في نفس توقيت القاهرة. انا اعلم هذا. فان كان قد حدث خلل في الفجر. فاننبه ان شاء الله اخواننا المرابطين في الكنترول. لكي لا يقعوا في هذا الخلل. اما بالنسبة لاخراج زكاة الفطر نقودا. فقد اجاز هذا بعض اهل العلم. لكن انا عايز اقول ايه. الاصل اخرجوها طعاما. لا خلاف على هذا. الاصل اخرجوها طعاما باجمع اهل العلم. فيش حد يختلف في المسألة دي. الخلاف بعد كده هل تجزئ النقود ام لا. فريق من اهل العلم قال تجزئ. وانت اخذت بهذا الرأي واخرجت الزكاة نقودا. فريق اخر قال لا تجزئ. لا تجزئ نقودا. ولا تجزئ بمعنى انه يجب عليه انه يدفعها تاني. يبقى اللي تم قبل كده كان صدقه. ويطلع الزكاة من الطعام مرة اخرى. وهذا قول كثير من اهل العلم. انا اتوصب بين القولين. واقول لا بأس باخراجها نقودا لمن لم يستطع ان يخرجها عينا. لكن الاصل هو اخرجها عينا. والست اللي انت روحت سألتها. قلت لها اجيب لك رز ولا تاخدي فلوس. قلت لك لا انا عايزة فلوس. القضية مش كده يا اخوانا. القضية مش كده يا اخ عبدالله. ليه? لان صدقة الفطر. انت بتقول طلعت عشرة جنيه على الفرد. يعني انت بكتير وطلعت اربعين خمسين جنيه عن بيتك. وحتى ما دتهمش لوحدة لأسرة واحدة. ده انت ادتهم لأسرتين. كما قلت في سؤالك. حمتك ادت واحدة وانت ادت واحدة. يعني بتطلع عشرين جنيه تلاتين جنيه. طب يعملوا ايه دول في الحالة الاقتصادية كسيولة نقدية. هو القضية ان زكاة الفطر لا تغني الناس. ناخد بالنا من الحتة دي. عشان ما تقالش الفقير محتاج فلوس. الفقير محتاج كسوة. الفقير محتاج مش. انا معاك ان الفقير محتاج كل ده. طب هي زكاة الفطر هتدي له كل ده. ما الفين زكاوات اموالنا. فين زكاة الدهب والفضة. فين زكاة المال. فين زكاة التجارة. زكاة الاموال هي التي تغني الفقراء. مش زكاة الفطر. ده زكاة الفطر وصفها النبي صلى الله بأنها طهرة للصائم وطعمة للمسكين هي طعمة للمسكين بسيطة وأنا دايما بميل لإخراجها عينا ليه لماذا لأسباب كثيرة أولا مراعاة الهدي والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عمره مطلع فلوس في زكاة الفطر ولا أعرف أحد من الصحابة طلع نقود في زكاة الفطر وهو حد يقول لي ما كانش على يومهم نقود وما لقيه الدرهم والدينار اللي الرسول بيذكره دايما في أحاديثه كان فيه دراهم وفيه دنانير لكن الرسول شرع لنا إخراج زكاة الفطر طعاما من الطمر من الشعير من القمح من الأقط الأصناف المنصوص عليها في الأحاديث لم يؤثر عنه أبدا ولا عن أحد من أصحابه أنه أخرج نقودا قد يكون أثر عن بعض الصحابة أن بعض الأصناف أغلى من بعض يعني معاوية بن أبي سفيان قال أرى مديني مديني يعني حفنين من صمراء الشام تعدل صاعا من شعير أهل المدينة ده اجتهاد معاوية رضي الله عنه أنه رأى أن نص الكمية من القمح تساوي الكمية من الشعير وقال هذا بمحضر من الصحابة بحضور الصحابة وهذا ثابت في الصحيح إذا قلنا قيمة يبقى قيمة قمح وقيمة شعير قيمة تمر ونحو هذا هذه قيم متغيرة وأنا بتعجب لما كل الناس يجي تسألني كل سنة في رمضان الزكاة كام النهاردة عم الشيخ الزكاة كام السنة دي هي الزكاة ما فيش فيها كام الرسول قال صاعا من طعام صاعا من تمر يبقى ما فيش فيها كام هي طول عمرها صاع والصاع عمل زي صفيحة السمنة لاتنين كيلو دي الصفيحة السمنة الكبيرة دي هو دي الصاع يبقى إذا هذا هو الأصل الشرعي الذي لا نحيد عنه لأشياء وأسباب أخرى منها العلة بإن الفقير محتاج الفقير محتاج نديله نديله زكاة مال نديله صدقات لكن صدقة الفطر الأصل فيها الطعام والقف في المسألة دي أخوانا أن بلد زي مصر تحول فيها رسم الشرعي في زكاة الفطر عن الأصل إلى الفرع تحول فيها رسم الشرعي عن الأصل إلى الفرع حتى أن بعض الفقاء في زمنه يقول لك ويستحب إخرجها نقودا أقول سبحان الله بقى يستحب البديل الاجتهادي الذي لم يقل به من الأئمة الفقاء إلا أبو حنيفة بقى مستحب كيف يقول للمصلحة أنا مع المصلحة وأنا ضد المفسدة لكن أنظر إلى مفسدة تغيير رسم الشرع أنظر معي إلى مفسدة تغيير رسم الشرع لو بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى أننا نخرج صدقة غير التي أخرج وغير التي عاهدها الصحابة وهذا فيه تغيير لرسم الشرعي وحقيقة الشرعي في زكاة الفطري أو في صدقة الفطر ولهذا أنا أميل لإخراجها عينا لإخراجها حبوبا وبعين خد بالك بقى لما تبعت للأسرة البسيطة دي الرز ما أنا عندي كيلو الرز أحسن من خمسة جنيه واحسن واثنين كيلو الرز أحسن من عشرة جنيه العشرة جنيه ممكن يخش في علبة السجاير العشرة جنيه يخش في مش عشرة جنيه بس مية جنيه يخش في جز متعيل لكن الرز طعام في البيت عندي شوية رز عندك شوية رز تانين واحد يقول لأصلاح ممكن تبيع الرز ما تبيعه دي حاجة ترجع لها حاجة ترجع للفقير يبيع أو يظل أو يبقي هذه أشياء لكن أنا أتكلم في شيء آخر واختلف ومع هذا أنا قلت من أخرج النقود لأنه لم يتيسر له إلا هذا فإخراجه سائغ وجائز والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوب عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم داعوا رضاء الله غارب